السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الجدي الشمسي والقمري والطالع ولا تنسوا أنها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك خذوا ما ترتحون إليه من الرسالة وما ينطبق على حياتكم ومشاعلكم ووضعياتكم والباقي خذواه يرجع للكون في سلام فهناك شخص آخر يحتاج لهذه الرسالة هي قراءة لشهر جوان أو يونيو أو حزيران ونبدأ قادي نشوفوا ما هي القراءة ثم قادي ناخدوا نصيحة من الملائكة ملائكة الحب والنصيحة السحرية كنتمنى لكم حق سعيد حق سعيد حق سعيد يا ربي الحبيب واخا وكنوا لي أن يرتاحوا ارتاحوا فإلا لم تنساكم وسنعود يعني سأقوم بكل ما تطلبون مني المواضيع التي غير كتبوا لي في تعليقات وأنا كنسجلها وغادي ندير كل شي داك شي اللي كتطلبوا مني واخا إذا كانت منى لكم حق سعيد حق سعيد حق سعيد حق سعيد يا ربي الحبيب بسم الله لنبدأ هادي تريدوا أن تتكلم لا واخا عزيزي برج الجدي أرا أن البعض منكم غادي تبدأوا عمل جديد لكن بعيد شي ان ما عني البيت واخا يعني نعم غادي تبدأوا عمل لكنه بعيد شوية مضار واخا البعض منكم سيتلقى مال يعني غادي توصلكم فلوس بعد بيع ممتلكات واخا والبعض الاخر أراكم متوطرين نعم لأنكم تنتظرون نتيجة تحاليل طبية يعني خايفين شوية يعني أنتم البعض منكم خائفون لأنكم تنتظرون هذه التحاليل الطبية لكن يقولوا لقد أن النتائج إن شاء الله ستكون إيجابية والبعض الاخر منكم عندكم امتحانات مهمة بزاف امتحانات مهمة ربما البعض منكم يفكر في الدراسة في بلد آخر وحتى في قراءة أخرى في قراءة أسيا يعني في أسيا أو في أوروبا أو في أمريكا نعم وطاقتك عزيزي هذا الشهر هي النشاط نعم النشاط يعني رأي يعني طاقتك هي أنك تريد أن تتطير بزاف دي الأشياء تريد أن تفعل أشياء كثيرة بالنسبة اللي تقول لي لا تتكلم بالدرجة المغربية أنا نعم أتكلم بالدرجة المغربية وأحيانا يعني بالفرنسية أقول كلمة أو كلمتين لكن بعد ذلك أنا أترجمها باللغة العربية الفصحة لأن كل ما أقوله أعيده من جديد باللغة العربية الفصحة لكن أدركوني أن أكون عشوائية لا يخليكم فأنا أتكلم يعني كيف ما تخرج لي ولست عشوائية يعني لست عشوائية يعني نعم لست عشوائية وشففة مئة بمئة فأنا أتكلم لغات أخرى إذن لنواصل قلنا أن طاقتك عزيزي برج الجديد طاقتك هي النشاط تريد أن تتحرك يعني فيك طاقة أنت مليء بالطاقة والحيوية نعم والكون عزيزي عندك كارتة رائعة 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 كارتة جميلة جدا والكون يعني بجانبك يعني المساعدة والحماية السماوية الربانية ستساعدك لتحقيق أهدافك ولتصل إلى كل ما تريده نعم كذلك أرى أنك يعني سترى أشخاص لم تراهم منذ فترة فترة عفوا طويلة وغادي تفرح بزف ستفرح كثيرا غادي تشوف ربما أهلك أو أحبابك لكن أرى أنك استفرح كثيرا لأنك سترى شخص أو أشخاص نعم استفرح بزف بالنسبة للعزاب عزيزي برج العزاب أرى أن هناك شخص أن هناك شخص كان يراقبك منذ زمن بعيد نعم هذا الشخص طاقته نارية نعم نارية قوس برج عفوا برج قوس أنا راني مريدة مادة وش علية اليوم ربما أنا سأتفور بكلام لأن يعني في كحرقني راسي يعني في واجع الرأس نعم واجع الرأس لذلك يعني أنا آسفة سبحوني وخا المهم قلنا أن العزاب هناك كان شخص يراقبك منذ زمن بعيد شخص كان مغرم نعم وكذلك كان في بالك وطاقته تقنرية يعني هذا الإنسان قد يكون أسد أو قوس أو حامل نعم وهذا الإنسان كان يحبك ربما في السر في السمت وأنت كذلك يعني هو كذلك كان في بالك نعم أنا أرى أنك أن حب متبدل لكن ربما في السر هذا الإنسان كان معجبك وأنت كذلك نعم وأخينا أخينا عزيزي يقترب يعني ستو أنتهي هذه المرحلة أخيرا سيقترب ويعني جميلة بزاف هذا الإنسان سيقترب لكن كانت لديه عوائق تمنعه من الاقتراف لكن هو أدرك أنك أنت الشخص الذي يريد ولي يريد أن يتحكم أخيرا في حياته لأن هناك طاقة سلبية طاقة سلبية هناك مرأة تتحكم في هذه العلاقة عزيزي نعم هناك امرأة هذه المرأة يعني حاولت البعض منكم ربما يعني يعني كنتم يعني على وشكي أن تبدأوا العلاقة لكن فرقتكم يعني هي دائما تبني هناك يعني كتبني حائط أو جدار بينكما نعم وكتفرقكم نعم لكن عزيزي هو أدرك أنك شخص مميز بزاف ومهم جدا جدا في حياتي وأن ما يشعر به أكبر من تلك الحوائق كرت جميلة بزاف وأراك أنت عزيزي تستمع لأغنية عندما تفكر في هذا الشخص وتستمع لهذه الأغنية مرة والأخرى والأخرى وتفكر في هذا الحبيب الله هذا حب جميل جدا هذا حب قوي عشق شغف شديد متبادل ويفكر أنك الشخص الذي يريده في حياته نعم؟ الله شحز بي نقلها أجميلة بزاف نعم؟ هو يحس بالنقص عندما يكونوا بدونك يحس بالنقص يعني شوفوا تلتة الكرت يحس بالنقص يحس بالفقر عندما يكونوا بعيد عنك الله وهذا ما يريده شوفوا تلتة الكرت الأخيرة كرت الحب الحب الله توأم الروح الله توأم الروح وتوأم الشعلة الله لك راتش حزينا هذا الحب حب توأم الروح توأم الشعلة عزيزي يعني يستحيل مهما كانت العوائق يستحيل يعني حتى واحد ما غادي يفرقكم هذا حب قوي جدا حب دائم وهي نفس المشاعر يعني هذا توأم الروح توأم الشعلة يعني ماذا يعني توأم الشعلة؟ روح واحدة يستحيل عزيزي تفرق توأم الشعلة يستحيل مثل روميو وجوليت يعني معاك أو الموت قراءة جميلة جدا ومميزة الله رغم العوائق أنا أرى أنها يعني علاقة صعبة يعني عندما يعني إذا بديته علاقة ستكون صعبة لكن الحب حب قوي يعني لا أحد يمكنه أن يهزم هذا الحب لأنها حب قوي لا توأم الشعلة يا ناس يعني توأم الروح توأم الشعلة يعني كل شيء أنتما قراءة جميلة وقوية بسيطة الله نفعل نعم هذا ما سيحدث في الشهر عزيزي يعني ما أسعدكم لأنها قراءة جميلة جميلة بزف يعني قوية بزف يعني رأيت حب توأم الشعلة لأن هناك عوائق هناك عوائق يعني قوية لكن الحب أقوى من هذه العوائق نعم هذا الشخص الذي أحبك في السر وأنت كل ما تمناه في الحياة وأنت كذلك وهذا الشخص أخيرا أخيرا يعني سيتحقق حلمكما نعم كانت قراءة جميلة وبالنسبة للمنفصلين بدأنا بالمجنون المجنون يعني طاقة التوتر طاقة التوتر ربما أنت أو الحبيب طاقتك هي التوتر وبالنسبة لطاقة المنفصلين هي طاقة مائية نعم مائية ونارية كذلك من جديد وهوائية كذلك عندنا كل شيء طاقة مائية نارية وهوائية مائية يعني برج السرطن العقرب والحوت وهوائية الميزان الدلو والجوزاء ونارية يعني أسد قوس أو حامل واخا قلنا أن طاقة المجنون هو التوتر هذا الإنسان متوتر لكن المجنون يعني يتكلم عنك وعنه يعني قد تكون عندما تكون الدبدبات مرتفعة فهي طاقة التوتر وعندما تكون الدبدبات منخفضة فهي عفوا عندما تكون عفوا أنا أشرح لكم الكرت اللي بدينا بها يعني المجنون عندما تكون الدبدبات منخفضة فهي طاقة التوتر وعندما تكون مرتفعة فهي طاقة التصرف بهدوء السلام والوئة موثقة بالنفس والإيمان بأن الأشياء ستحصلوا كما تريدها أنت نعم هي نفس الطاقة رغم أني أتكلم عن وضعية مختلفة لكنها نفس الطاقة هذا الإنسان ما زلت أنت في عقله ما زلت أنت في تفكيره لكن لدينا من جديد إنسان يبني حائط بينكما شخص أرى إمرأة تبني عوائق بينكما هناك إمرأة تمنعه من التقرب إليك وتستعمل وسائل مختلفة لا أدري ما هي هذه الوسائل لكنها تستعمل وسائل مختلفة ليبتعد عنك نعم وأنتم كنتم يعني كنتم تعيشون قصة حب جميلة وهذه المرأة فرقتكم وعاد هذا الحبيب من جديد وتحاول من جديد تفرقكم هذه المرأة تستعمل وسائل مختلفة لكن أنا لن أركز في هذه المرأة ولا في ما تفعل لا يهمنا نحن نركز في ما هو إيجابي وأن هذا الإنسان لديه مشاعر لو لم تكن هناك مشاعر حب لما تكلمت عن هذا الإنسان لكن هناك كذلك مشاعر قوية وكذلك توأم الروح يعني حب صادق نعم لكن رغم أن هذه المرأة تحاول إبعاده هو يعود في الأخير يعود إليك لأنك لم تختفي من خريطة حياته ومن خريطة عقله أنت ما زلت في عقله ويفكر بزفك هذا الإنسان نعم ورغم يعني النهايات يعني تحدث نهاية بسبب هذه المرأة لكن الحب يعني يبدأ نعم الحب يعني يخلق بداية جديدة نعم هو يعني هذه المرأة يعني لا أدري من هي هذه المرأة لكن هي تؤثر يعني بطريقة قوية على هذا الإنسان على هذا الشخص الذي تسأل عنه نعم كتبعد ويرجع هو لأنه يحبك بجنون وهي تحاول من جديد ولن تستسلم لكن صدقوني هذا حب توأم الروح وتوأم الشعلة كذلك حب صعب كذلك لكن تأثيرات قوية بسبب التأثيرات يعني حب صعب بسبب التأثيرات لكنه توأم الروح ويستحيل يعني أن تبعدهما يعني توأم الروح وخام مستحيل هو هذا الحب أقوى من المغناطيس وأراه عزيزي يعود في هذا الشهر لأنه توأم الروح توأم الشعلة كانت قراءات جميلة بزر لنرى ما هي قراءة كل ما علي أن أقول هو حذري من هذه المرأة لأنها لن تستسلم لن تستسلم لن تستسلم لكن هي ليس لديها القدرة على باش تفرقكم لأنه حب أبدي صدقوني حب أبدي حب قوي بزر توأم الروح توأم الشعلة من جديد حب قوي كانت يعني قراءة جميلة وقوية نعم هناك حب قوي يستحيل ستبعده عفوة ستبعده لكن عفوة ستبعده وسيعود من جديد يعني مستحيل وأنتم نهايتكم ما هي هذه يعني أن تكون معاً ستعيشوا معاً إن شاء الله نرى ما هي الرسالة الملائكية تقول الصبر الصبر القوة السماوية أو القدرة السماوية لديها دور مهم في حياتك العاطفية يعني الحماية الملائكية الحماية السماوية والحمد لله قراءة جميلة بزر وروحاني هذا حب الروح يعني حب روحاني تواصل قوي جداً بالنسبة للعزاب وبالنسبة للمنفصلين نعم كانت قراءة حب حب توأم الروح توأم الشعلة ووصفك منها يكفي أن تقول توأم الشعلة هذا الكرة تقول لك عبر عن مشاعرك عبر عن مشاعرك يعني لا تخفي ما في قلبي وتكلم مع الحبيب وقل له ما تشعروا به وهذه الكرة تقول في الصيف ستتحقق كل أمنياتك الله يرم على قراءة جميلة كانت منا تستفدوا كانت قراءة جميلة جميلة نفرحانة بزر ولا تنسوا أن الطرط يعطيكم رسائل وإشارات ومعلومات وعلامات نعم عزيزي لكي تروا الأشياء بوضوح لكن القرار قراركم نعم كانت منا لكم الخير وغادي نبدأ بقراءة اختار كارت و كانت منا لكم الخير دائما كانت منا يا ربي الله يحميكم و لا يحميكم من هذه الطاقة السلبية لكن لا تبالي عزيزي لأن عندما يكون هناك حب فالحب ينتصر دائما لكن نحن يجب أن نتعامل حتى هذه التأثيرات السلبية بحب بهدوء بسلام بصمت اتركوهم يفعلوا ما شاءوا لماذا؟ لأن الحب هو الذي يفوز في الأخير وينتصر حتى وإن كانت هذه المرأة لا ندري من هي لأني لم أركز لا أريد أن أركز عن ما هو سلبية لأني رأيت حب قوي جديد لذلك تكلمت فقط عنك و عنه و عن هذه الحب الجامل لكن تلك الطاقات السلبية دعوها دعوها فهي في مستوى وعي يعني منحط في الحضين نحن لا نركز في هذه الأشياء السلبية نحن نحترم كل شيء لكن نركز في حبنا ولا تنسوا الدعاء الأمنيات تتحقق الأحلام تتحقق صدقوني فأنا أتكلم من قلبي ومن خلال تجربتي وتجاربي فأنا ما زلت أعيش أحيانا أتكلم كما لو كنت عجوز لكن ليست عجوز مهم كانت منالكم يا رب الخير شكرا على تعليقاتكم الجميلة كانت منالكم الخير كانت منالكم الحب نعم الحب في حياتكم الحب جميل جدا إيمان تحبوا الحب وتعشقوا الحب لذلك أتمنى لكم الحب في حياتكم لأن الحب يجعل الإنسان أفضل يغير الإنسان نعم يغيروا لأن الحب هو من يحرك هذا العالم كنت منالكم السلام والوئام والخير إن شاء الله